مع دخول شهر الصوم تتفاقم معاناة سائقي شاحنات أردنية وعربية عالقة في جمرك الوطحاء على الحدود الإماراتية السعودية جراء عطل فني ما زال قائما لليوم التاسع عشر في أنظمة العمل الجمركية ويعاني السائقون العالقون من جنسيات عدة من ضعف الغدمات ونقص الماء والغذاء والدواء علاوة على تلف بعض بضائعهم الغذائية وكان مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم وركات أكد قبل نحو أسبوع أن الجهات السعودية عملت على استبدال النظام الإلكتروني باليدوية فيما قدر عدد الشاحنات التي تعبر النقطة الحدودية يدويا بين 16 و20 شاحنة يوميا مقابل عدة مئات قبل عطل النظام الإلكتروني وفي الأثناء تستمر شاحنات أخرى بالوصول إلى نقطة العبور في ظل حركة النشطة مع دخول شهر رمضان